اشتركوا في القناة وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علمه اللهم سلمنا وسلب ديننا ولا تسلب وقتا نزع منا إيماننا اللهم أكرمنا ولا تهنا ومن شر خلقك أجمعين سلمنا اللهم لا نضام لك الأمر ولا ننفضح وأنت الستار ولا نعذب بالنار وأنت أرحم الرحمين أما بعد إخوة الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائلنا الله عز وجل أن تكونوا بصحة وعافية في الحلقة الماضية تحدثنا عن قاعدة الربط وهي إحدى القواعد الأساسية في التربية وهي ربط الولد فكرية واجتماعيا وروحيا بالعقيدة والعبادة والقرآن وبيت الله وذكر الله ومراقبة الله أما القاعدة الثانية فهي قاعدة التحذير وهذه القاعدة لا تقل أهمية وتأثيرا عن القواعد الأخرى بل هي من العوامل الأساسية في غسل مخ الولد من الأفكار العفنة والمفاهيم الضالة ليكون وعي الولد وإيمانه حصلا يقيه ويرد عنه أفكار الضالين ومصاحبة المنحرفين وقبل الخوض في أهم التحذيرات التي يجب أن يتلقنها الولد أن يفهم المربي هاتين الحقيقتين الحقيقة الأولى أن التحذير الدائم للولد يوصله إلى كراهية الفساد وينفر من ظواهر الانحلال والزيغ الحقيقة الثانية التعرية لظواهر الزيغ والانحلال تزيد المربي عزما وتصحيحا في تحمل المسؤولية وتزيد الولد توجيها وبعدا عن الشر والباطل ندخل الآن في صلب الموضوع والله المستعان لو تصفحنا القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة نجد أن أسلوب التحذير من الشر والتعرية للباطل ظاهر للعيان قال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنوقك ولا تبسطها كل البصط فتقعد ملوما محسورا وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إلى غير ذلك من الآيات التي تحذر من الزيغ في العقيدة والفساد في الخلق أما في السنة النبوية قال عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان رواه أحمد وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحرف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق رواه الإمام مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم وزي الأعاجم وقوله عليه السلام إياكم والشح وقوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يماثل هذا الكلام من الأحاديث التي تحذر من الشر والفساد قاعدة التحذير ليست اختراعا من المربين ولا من الفلاسفة ولا من علماء الاجتماع إنما هي طريقة القرآن الكريم في تكوين الفرد ومنهج السنة النبوية في تربية المجتمع وصدق الله سبحانه وتعالى القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز رواه أصحاب السنة وأهم التحذيرات في توعية الولد وتثبيت عقدته أولاً التحذير من الردة وللارتداد مظاهر كثيرة منها المنادات بشعارات تصرف المسلم عن أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبود أو يكون دين الإسلام هدفاً له ويدخل في ذلك أن يعمل الإنسان لشعار القومية يعمل لأجله ويقاتل في سبيله وهذا هو العصبية الجاهلية قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية رواه أبو داود ومنها أيضاً أي من الردة أن يعمل للشعار الوطنية فيكون هدفه وتقديسه لهذا الشعار أن يعمل للشعار الإنسانية دون أن يدور في خاطره أنه يعمل لله وبالاختصار كل شعار يرفعه المسلم لا يبتغي من ورائه رضوان الله وإعزاز دينه ورفع راية الإسلام هو ارتداد ومحاربة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم مهما ادعى الإيمان ومن مظاهر الارتداد إعطاء الولاء والمحبة والطاعة لغير الله ومن مظاهر الارتداد كراهية شيء من الإسلام مثالاً يقول أنا أكره الصيام أنا لا أعترف في الحجاب ومنه أيضاً الاستهزاء بشيء من الدين أو بشعيرة من شعار الإسلام ومنه أيضاً تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله ومنه أيضاً الاقتصار على الإيمان بالقرآن وجحود السنة النبوية ومنه أيضاً الاستهزاء بفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثانياً بعد الردة التحذير من الإلحاد والإلحاد هو التنكر للذات الإلهية وجحود الشرائع السماوية والاستهتار بكل الفضائل والقيم المنسوبة إلى وحي السماء وللأسف أصبح للإلحاد نظام تتبنه دول وتفرضه بالنار والحديد وبالقصر والإكراء ولها عملاء تدعو جهاراً إلى الإلحاد وجحود الإيمان بلا حياء أو خجل ويتبنون مبادئ ماركس ولينين ويلكزون في دعوتهم للإلحاد في البلاد الإسلامية لأنهم يعلمون أن مبادئ الإسلام قوة حضارية وعلمية وشاملة ويبتبعون أساليب متعددة لترويج فكرتهم وضلالها وهو خطر شديد على الفرد والمجتمع لأن الإلحاد يميت في نفس الملحد الشعور بالمسؤولية ويهدم الإيمان بالغيب والأخلاق يعيش بلا دين يعيش بلا راتع ولا رقابة ولا خوف من عقاب يوم القيامة لأنه لا يؤمن بذلك على الإطلاق وقد سخر القرآن الكريم من هذه الفئة اللئيمة الضالة قال تعالى وَقَالُ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إنهم إلا يظنون وقال تعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامِ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ ثالثا وضع الإسلام عقوبة ووقف موقفا حاسما من المرتدين والملحدين روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه وروا الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ولكن لا يقتل وباشرة بل يمهل ثلاثة أيام ويناقش من أهل الاختصاص لإزالة الشبه الموهومة ويوضح له معالم الحق فإن أصر يقتل ليكون عبرة لغيره يقتل لأسباب حتى لا تجتذب المغريات ضعاف الإيمان والنفوس وتحملهم على الردة حتى لا يفكر منافق بالدخول في الدين ثم الخروج منه تشجيعا للردة حتى لا تقوى شوكة الكفر فتشكل خطرا على الإسلام وتعمل على إبادة المسلمين كما فعلت كثير من الدول وقتلت العشرات من الملايين من المسلمين وما تزال ماضية في طريق الإبادة كما فعلت يغسلافيا بالمسلمين والصين بالمسلمين حين أبادوا كثيرا من المسلمين وفي أيامنا هذه نرى الكثير من هذه المجازر ضد المسلمين وإبادتهم قال تعالى عن غدر هؤلاء ضد الأمة الإسلامية كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة أخي المربي عليك أن تعمل جاهدا في تحذير ولدك من براث الردة والإرحاد لينشأ على الإيمان والإسلام ويكون من الذين أنعم الله عليهم برعبة الإيمان وكرامة الإسلام ثالثا التحذير من اللهو الحرام الإسلام بتشريعه السامي حرم أصنافا من اللهو وألوانا من الترفيه وذلك لضررها على الأفراد والمجتمع لضررها على كيان الدولة وتماسك الأسرة وكرامة الأمة وأخلاقها يجب على المربين الانتباه لها والتحذير منها اللعب بالنرد أول هذه الأمور التي فيها له هذا من اللهو المحرم على رهان أو بدون رهان يعني حتى ولو كان تسليه قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه وروا أحمد وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عص الله ورسوله فهي تضيع للوقت يصرف عن الواجبات الدينية والدنيوية والمسلم عليه اغتنام الوقت روى الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رابعا الاستماع إلى الغناء والموسيقى هذا من اللهو المحرم الاستماع للغناء ولو كان مباحا إذا كان مقرونا بالموسيقى وكذا الغناء الفاحش والمائع قال صلى الله عليه وسلم من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله في أذنيه الآنك يوم القيامة وروى الترمذي عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة فقد حل بها البلاء إذا كان المغنم دولة والأمانة مغنى والزكاة مغرمة وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا أما ما يباح من الغناء ما كان باعثا للهمة على العمل أو ترويحا للنفس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند حفر الخندق والحداء من الأمور الحلال كالشعر الخالي من الفحش والهجاب وغناء الأم لولدها لينام ووصف الرياض والأنهار كله مباح إن لم يقل على آلة لهو فهو محرم يعني إذا كان الغناء لا يقترن بآلة من الآلات الموسيقية وكان ضمن هذه الشروط فهو مباح من يستمع للغناء الفاسق ويجلس في أماكن اللهو يجد الرقص والخليع والعربتة والفحش والاختلاط كل ذلك من اللهو المحرم فإذا أردتم أيها المربون لأجيالكم العزة وللأمة النصر ولبلادكم الحضارة ربوا أبنائكم على الجد واستشعار المسؤولية من الأمور التي دعا الإسلام إلى الابتعاد عنها بسبب آثارها السلبية على الفرد والمجتمع السينما والمسرح والتلفزيون إن اختراع وسائل الإعلام الحديثة وأرقى ما وصل إليه العقل البشري في العصر الحديث سلاح دو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر إن استخدمت لتثبيت العقيدة ونشر العلم والفضيلة والأخلاق فلا يختلف إثنان على جواز استعمالها واقتنائها أما إذا استعملت للفساد واستعملت للإنحراف فلا يشك عاقل بحرمة استعمالها واقتنائها وها نحن نرى أن أكثر البرامج في بلادنا ترمي إلى هدر الفضيلة وتوجيه الولد نحو الميوعة والفساد والقليل من البرامج ما يهدف إلى العلم ويوجه نحو الخير وينفع الأمة وإن مخططات أعداء الإسلام في وسائل الإعلام هو هدم القيم الأخلاقية وهم يعملون على ذلك ليل نهار فعلى المربي إذن أن يحذر أولاده من وسائل الإعلام من تلفزيون وسينما ومسرح يؤدي إلى مفسادة قال عليه السلام لا ضر ولا ضرار حفاظا على الأسرة المسلمة وحفاظا على الجيل المسلم ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما من الله الحرام أيضا اللعب بالميسر وهو كل لعبة بين فريقين تتحقق الخسارة من فريق والربح لآخر على سبيل الحظ والمصادفة وقد حرمه الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والحكمة من تحريمه أنه اعتماد على الحظ والمصادفة في الكسب وهو أداة لهدم البيوت وافتقار العوائل ويورث الأحقاد وأكل للأموال بالباطل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويؤدي لسوء الأخلاق ويدفع كثيرا إلى الإجرام نتيجة الإفلاس من القبار المحرم شراو أوراق لانصيب لاعتماده على الحظ والمصادفة ولو باسم الجمعيات الخيرية أو إلى جهة بر ومن القمار المحرم اللعب على المراهنة وهو أن يشترط كل من الفريقين على الآخر أو أحدهما على الآخر جعلا أي مكافأة في حالة الربح أو الخسارة فهو قمار لتحقق خسارة فريق وربح آخر إذن حرم الإسلام أنواع من اللهو وذلك لأضرارها الشديدة ولكن في الوقت نفسه فتح أبوابا من أجل اللهو المباح ترفيها عن أبناء الإسلام فلا بأس على المسلم أن يلو ويمرح ولكن لا يجعله عادة وخلقا يملأ به صباحا ومساء وأحسن ما قيل أعطي الوقت حقه من اللهو أي المباح بقدر ما يعطى الطعام من الملح اللهم وفقنا لصالح الأعمال واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن موعدنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة مع ألوان من اللهو الحلال الذي شرعه الإسلام دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته